السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشوف ازاي نعمل فرائطة مشغل على ArcGIS Online أقول له Online وبعد كده اختار اول حدث لعلي ArcGIS Online بتعمل sign in مجاني هيدخل على الحساب بتاعك هتقل له بالرئي عشان تشوف المشاريع اللي انت تشغل عليها وبعد كده هتختار Map لما انت عايز تعمل حاجة جديدة فرساد ممكن تجيلك ومجاكش هي هو بيلك في مرد يور بيتا لو انت عايز تختاره هدو جاب لك الخريطة هتقدر تحدد الطبقات اللي انت عايز تشغل عليها هتلاقينا في Detail بيجيب لك About يبدأ يظهر لك الحاجات الموجودة Legions لو في اي Legions موجودة هيبدأ يظهروا لك هتقدر تقول له انا عايز اضيف layer ممكن تقول له search for layer فهيبدأ يجيب لك layer هتقدر تفقال منها ممكن تقول له هتقدر من Brow Sleeving Atlas Layer فيبدأ يجيب لك بالشكل ده فتقدر تختار هتقدر تحمل لك layer زي ما انت عايز ممكن تقول له Add layer from web تقدر تحمل لو انت عندك اللينك فتقدر تختار سواء من ArcGIS Server أو من WMS أو WMDS أو ممكن تكون في باف KML موجود هتقدر له الرابط أو CSD أو GURSS أو KML كل مداد دي هو بيقبالها هتبدأ تحط له الرابط هنا وهو بيبدأ يشغل عليه ممكن تقول له Add layer from file فتحمل الملف وهو بيقول لك ممكن تحمل الشيء في file بس بشرط انه يقوم مضغوط فعلا ما تقول له Add layer from file ممكن تختار اي انفيدات منهم طيب ممكن تختار مثلا GPX هاجي هنا وأختار الملف دوت وقل له Open فبيبدأ يرفع الملف دوت ويبدأ يدخاله معي في قلب الخرطة بتاعتي اللي هي ROAD نعمه يبدأ يعمل زوم عليها ويبدأ يجيب لي معلمات على وتقدر تيجي من هنا تقول له أنا عايزة يشوف اللي هو المركز الرئيسي او عايزة اشوف اللوكيشن بتاعي لو انت سامحل انه يعرف اللوكيشن بتاعك تقدر برضو تصديف Map Nudes تقدر تعمل Edit تقدر تشوف Base Map تغير شكل الخريطة مثلا تخليها بشكل دوت هتاخد ثواني وتبدأ تظهر الحاجة اللي انت مختار بيبدأ يحمل شكل جديد اللي انت مختاره طيب كل حاجة اللي احنا اللون ده هو اللي عامل فيه مشكلة هنروح على بالتيل ده اللي جنت اللي موجود طيب ممكن نقول له لا مش هايز ان نحمل الملف اللي احنا لسه محملهم شوية هنا اقول له مثلا اعزة اشوف الخريطة بشكل دوت طبعا انا موجود انها في قطر طبعا انا موجود انها في قطر هوت كل مكان ده فعلا ده اللي انت مش موجود لان انا خفيت الاخلال اللي احنا حمل لها الانالسيس بيبدأ بقى يجيبلك المعلومات اللوكشم بتاعك يبدأ يجيبلي معلومات عن ال data بتاعت المكان ممكن تستخدم bulletin مثلا هنا في انالسيس هتلاقي معلومات عن الخريطة او عن المكان هنا ممكن تقول له انا عايز اعمل safe ليه للشكل دوت الخريطة ديت وتبقى ياس مثلا التاج بتاعها مثلا زي ما انت عايز summary safe folder safe any folder تقول له safe safe module هتساب عندك ممكن تسابها اكتر من اسم safe as ممكن تيجي هنا تقول له share share انا هديها لحد ثاني او تقول لك ال link بتقدر تاخدها اه عايزة public الناس كلها تقدر تشوفها وتقول له create او jib وتقدر تشارعها على facebook وتشارعها على التوقف تقدر تتبطها في الموقع بتاعك embedded in website ده حاجة خاصة بيك انت تقدر تعمل خريطة للموقع بتاعك او خريطة الحاجة بتاعتك يعني انا فاكر مثلا في واحد كان فرحوا فعملها بال AutoCAD عاستي قولهم المكان فيه متاع الفرح فممكن يعمل لهم من خلال الخريطة بتاعت ال ArcGIS ويبعثها وتبقى متفاعلة معاهم والحاجات دي طيب بالله عندي مثلا share هيت عبالها عندي print تقدر تقول له اتباعها لي او تقول له map with legend فيبدأ يتبع لك الخريطة مع legend هو انا بيجهزها لك ليه اتباعه وبيكتب لك عليها ESRI وبيكتب لك عليها المكان وبيكتب لك عليها واحدة الكياس وكل المعروفة اللي انت ممكن تحتاجها فممكن تقول له بقى اتباعه مع legend لو فيه legend هكتب لك legend جنبيها طيب ممكن تقول له direction يعني direction يعني هتدي لك نقطين وانت تجيب لي المسافة اللي بينهم او المكان اللي بينهم هنا مثلا هقول له انا عايز هنا ده المكان الاولاني والمكان التاني مثلا تقدر تحدد المكان اللي تعايزه من هنا مثلا تحدد هنا مثلا تمام وبعد كده تقول له the direction فيبدأ يجيب لك الاقرب مصار من هنا هيبقى عامل ازاي وتقدر تضيف اكتر من واحد تمام يعني ممكن تقول له مثلا انا عايز المقطة من A ال B مثلا فهو يبدأ يجيب لك هتخش كده 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 تمشي بالشكل دوت ليه الخيط طيب هو اعتقد ان انا لازم اغيرها مثلا للون غير اللازل لان هو اخد نفس اللوت فهو بيقول لك هتمشي ازاي بالشكل دوت هتمصل للمكان دوت ممكن تضيف اكتر من النقطة كله مثلا بعد ما اروح المكان فلاني اروح المكان علامي فيبدأ يقول له طيب لو انا عندي حاجز مثلا في مشكلة في المكان هنا فبقول له فيه قطع هنا مثلا فهو يبدأ يدور على طريق تاني يتفادى به الطريق دوت اكيد هيكون اطول لان هو يفكر في الحل الاولاني فبيبدأ يجيب لك حلول اخرى عشان توصل للمشور بتاعك وان انا عندي وحدات كياس كتيرة جدا عندي مثلا ان انا احسب الارية بتاعت حاجة تمام خلنا نقف البيت تمام عندي ان انا احسب الارية عندي ان انا احسب المسافة بين قطتين يبدأ يجيبها لها تبقى ديت هي وبيبدأ يجيب لك الميل اللي بحث الكاسي انت عايز تسبيها وهكذا في البوك مارك تبدأ تسايف اكتر من بوك مارك بحيس ان انت لو تحب ترجع عليه الحاجة ديت مكان تاني تدرس تسميه مثلا اي اسم تروح مكان تارت تقول له add للواي وفأي وقت عايز تدوس عليه واحد فيهم تروح لي المكان دوت فده بيسهل لي ان انا اعمل حاجة خاصة دية ممكن اشارها مع الناس ممكن اه سايف عمدي ممكن يبقى في خريطة ليه البيت خريطة ليه المناسبة بتحتي وهكذا ترجمة نانسي قنقر